داب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سم منها من غير امل تصعب داب السماء كلما قربتلو قرب والدعوة سم منها من غير امل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله أقصد كريمت الآن هو اللي بيقرب السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم إنا نسألك النصرة لشعبنا في فلسطين اللهم أنصرهم نصرا عزيزا مؤذرا يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ شعبنا وشرطتنا وجيشنا ورئيسنا وأولادنا برحمتك وقدرتك وعزتك يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أخوات الإيمان والإسلام قرأت قصة أو أقصوص لطيفة عن أحد السادة الذين كان لهم كانت له جارية وكانت هذه الجارية صوامة قوامة عابدة مستقيمة ذاكرة لله قوامة للليل مسبحة لربها وعلى خلق عظيم على دين عظيم إنما لاحظ ذلك السيد أن تلك الجارية تتقوم الليل دائما وتكثر الدعاء لفت نظر ذلك السيد أن الجارية كانت تقول اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعفو عني أسألك بماذا بحبك لي ركز في الدعاء الذي قالته تلك الجارية أسألك بحبك لي فالسيد هذا يعني اعترض على الدعاء قال أيتها الجارية قولي اللهم إني أسألك بحب لك لا أسألك بحبك لي شوف الحقيقة نقضي في موضوعي ونقضي في موضوعي هي تدعوه الله عز وجل تقول اللهم إني أسألك بحبك لي المفروض أنها تقول اللهم إني أسألك بحب لك لأن من أدراك أنه يحبك فهو هكذا اعترض السيد على جاريته قال قولي اللهم إني أسألك بحب لك لا تقولي أسألك بحبك لي من أعلمك أنه يحبك فالجارية ردت عليه ردا طريفا لطيفا عجيبا قالت له أعلم أنه يحبني لا كما ذكرت سيدي قال له من أين علمت قالت حبه لي أقامني وأنامك حبه لي أقامني وأنامك ولولا حبه لي ما أقامني بين يديه الله أكبر على هذا الرد حبه لي أقامني وأنامك يعني إيه أنا شايفك أنت بتنام بالليل وما بتقومش الليل وأنا شايف أن ربنا سبحانه وتعالى نشاط قلبي ونشاط بدني حتى أقوم الليل فمن حب الله لي يسر لي طاعة ويسر لي محبته ويسر لي الاقتراب بين يديه ويسر لي الوقوف بين يديه فحبه لي أقامني وأنامك ولولا حبه لي ما أقامني بين يديه الحقيقة أعجبني جدا هذا الرد وهذا المنطق الحقيقي المنطق الحقيقي اللي بيعكس نظرك إلى العبادة أو إلى الطاعة أو بيعكس نظرك لكل شيء بيعكس شوف اللي تقال ده موافق لصحيح الكتاب والسنة للقرآن والسنة إنه علامة حب ربنا ليك إنه يهديك علامة حب ربنا ليك إنه يزللك طريق الطاعة علامة حب ربنا ليك إن الطاعة تبقى هيينة ليينة على قلبك الدليل على كده إن ربنا بقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم بص المعنى الجميل القرآن حبب زيّن حبب زيّن يعني إيه؟ يعني لو أنت لقيت إن الطاعة ليينة في قلبك ولو لقيت إن ربنا سبحانه وتعالى بيعينك على قراءة القرآن وعلى قيام الليل وعلى صلاة الفجر وعلى صيام الاتنين والخميس وعلى الصدقة وعلى العمل الصالح يبقى معنى ذلك إنه ربنا أراد بك خيراً وإنه بيحبك الحب علامته المؤذرة الحب علامته إيه؟ المؤذرة علامة الحب هو الاحتواء والمؤذرة إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويقويك ويساعدك على الطاعة وعلشان كده النبي عليه السلام بيقول لأبي الدرداء بيقول له إيه والله إني لا أحبك أكثر من قول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن أنت تطلب من ربنا إنه يعينك وإنه يساعدك إنك تشكره وإنك تعبده يبقى دا الحقيقة دا نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا تتحول العبادة هنا إلى طلب لك وليست طلباً منك هكذا قال سيدي ابن عطاء الله يقول لك إيه؟ اعلم أن تكليفه إياك في العبادة وإعانتك عليها هو طلب لك لا طلباً منك وليست طلباً منك إزاي طلباً لك؟ طلباً لك يعني إيه؟ يعني أنت مطلوب عنده هو ربنا سبحانه وتعالى لو رضي عنك حيشتبيك وحيختارك علشان تبقى من المعباد ومن المصلين يعينك عليها الأول ما بيختارش الهمل والخمل والكسالة والمزنبين والعصاء لا طبعاً هو بيختار من أهل الطاعة أهل الطاعة دول بينقسموا إلى قسمين النوع بياخد مدد إلهي من الله سبحانه وتعالى بيعينوا على الطاعة ونوع لسه تحت الاختبار النوع اللي تحت الاختبار ده بقى لو ربنا علي من فيهم الصدق والنية الحسنة بيدينوا المدد من عنده وبالتالي بيساعدوا على الطاعة وبيساعدوا على العبادة ولذلك اقرأتان الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّن ايه حبابو زيّن حببو زيّن دول لتنين أمرين خرجين عن العبادة ذاتها حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم يعني إذن التحبيب التحبيب و التزيين يا الأمرين خرجين عن العبادة أرجوك ركز معي في الكلام ده أشان كلام مهم جداً خرجين عن العبادة يعني إيه؟ يعني حضرتك لما بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ممكن لكن واحد بيعبد ربنا هو مداي عاوز الصنة تخلص واحد بيصلي وبيستنى بيشوف فاضل قد ايه علشان يخلص الركعتين واحد بيصلي وهو بيستمتع وبيصلي ويوم يتنفل كمان بعد انتهاءه من الفريضة بينتقن من الفريضة الى نافلة في واحد بيستنى رمضان بفرغ الصبر علشان يتفرغ فيه للطاعة والعبادة والقرآن وفي واحد بيبقى متوتر متوتر انه هيقبل عليه رمضان بمنعه من الصيام بمنعه من الطعام والشراب واركان الصيام المعروفة فبيعد ايام رمضان يقولك امتى هيخلص اف ده كتير قوي ده شايفه كتير والتاني بيموت ان رمضان هيخلص وحتنتهي ايامه ففي فرق بين واحد زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لي بلال ارحنا بها يا بلال وبين واحد الود ودي يقول ارحنا منها يا بلال وبالتالي بتلقى الناس حتى في بعض الناس مصطلحتهم بتشي بهذه المسألة اللي بقولك عليها يقولك ام نخطف المغرب نخطف يقولك الحمد لله خلصت من العشة اخطف خلصنا من العشة ما عارفش ايه اهو انا طبعا انا عاوز اقول ان ربنا يتقبل منهم عبادتهم وانما دولا ما وصلوش للحالة اللي انا بحكي لك عنها في بداية الحلقة الحالة اللي بحكي لك عنها انك انت تبقى ممدود بمدد من الله عز وجل ممدود بمدد انه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في ايات القرآن بتكتشف انه في مرحلة ما بعد الهداية مرحلة ما بعد الهداية مرحلة ما بعد الهداية ان ربنا يدعمك يسبتك يا اويك يا شو ما انا قلتلك لسه الآية حبب وزين ايه حبب دي يعني دخلت الى قلبك انت بتحب الطاعة انت بتحب التكاليف ومش كده وبس وكلمة زين زين دي بتستخدم امت بقى يعني انا طب مش كفايا حبب اليكم الامان ليه قال زينه لانه الزينة هي ما زاد على الاصل لما انا اقول لك زين الكوب يبقى الكوب موجود الريدي نازي يبقى فيه كوب ادي الكوب موجود وانا حزين الكوب حاعد انقش ولا حطوله وردة ولا معرفش ايه اسمها زين الكوب انما ما ينفعش اقول لك زين الكوب وهو ما فيش كوب اصلا لما اقول لك زين السيارة يبقى السيارة موجودة زين الحجرة يبقى فيه حجرة يبقى اذا الزينة هي ما زاد على الاصل ولا يبدينا زينة هنة الا ما ظهر منه دي ما زاد على الاصل يبقى الزين هي ما زاد على الأصل عشان كده لما ربنا يقول مثلا يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد لا يخصدوا منه ستر العورة إنما ما زاد على ستر العورة إنك تروح شيك تروح مهندم تروح شكلك طيب للعبادة وللطاعة لأنك بتحب الطاعة أو بتحب العبادة علشان كده المولى سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب وزين حبب إليكم إيمان وزينه في قلوبكم حبب متعلقة بالعبادة ذاتها أمال زين يعني إيه؟ زين يعني لو قارنت العبادة بأي حاجة تانية حتختار العبادة لأنها مزينة في عينيك يعني الركعتين عندك أحلى من قعدة الكافي أحلى من قعدة القهوة أحلى من قعدتك مع أصحابك أجمل عندك مليون مرة من لعبك للطاولة مثلا لو حاجة مسلية يعني فييجي مثلا مباراة كرة القدم وأنت مستمتع بها وقاعد وحنى وقت الصلاة وجدت أنك تقوم للصلاة ألز عندك من مباراة كرة القدم لو لقيت الحالة دي يبقى أراد الله بك خيرا إنما لو لقيت أن مباراة كرة القدم أحلى وأشهى وأطيب عندك من الصلاة يبقى راجع تاني علاقتك بالله لأنك لابد أن تكون مختارا منه وليس مختارا له فاعلم أن الله عز وجل إذا أحبك اختارك فإقبالك على الطاعة إقبالك على الطاعة علامة على اختياره ليك وليست علامة على اختيارك له نأخذ فاصلا ثم نواصل ابقوا معنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة بن رفع كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمانة وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوقة والعسيان وجعلنا من الراشدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام طالب من ربنا أن يحبب إليه الطاعة ويكره إليه المعصية حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوقة والعسيان واجعلنا من الراشدين لأن الراشد يعني العاقل اللي عنده رشاد يعني قال له موسى لأتبعوك على أن تعلمني مما علمت رجدة إنك أنت تبقى عارف الصح من الغلط إنك تبقى عارف الشيء الصح اللي لازم تسلوكه فإن آنست منهم رجدا فاتفعوا إليهم أموالهم والأهل الكافة يقولوا وهي لنا من أمرنا رشدة يعني الموضوع مهم جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نرجع مرجوعنا إلى العبادة ركز معايا يبقى العبادة العبادة أنت بتختارها أنك تختار بتروح للعبادة وبتترك المعصية كلام جميل قوي إنما لو ما استعنتش بالله مش هيحصل لك إن ربنا يقبلك من المطلوبين المقبولين يعني ممكن العبادة تقع منك على امتعاض جزاك الله خيرا الله يعينك وأويك فتنك تتقرب 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 لحد ما تبقى أنت مطلوب ولاست طالبا الله أنا ممكن أبقى مطلوب ولاست طالبا أيوة أنت في الأول حتفضل تطلب ربنا وحتطلب ربنا بإيه بالتوبة حتطلب ربنا بالاستغفار حتطلب ربنا بترك المعاصي حتطلب ربنا بالهمة 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 لطاعة الله سبحانه وتعالى فمن كترة تكتهد في العبادة وبتطلب المدد من الله ربنا يقول لك خلاص أنا سألقي الإيمان في قلبك وسألقي محبة الطاعة في نفسك في الحالة دي تحولت أنت من طالب إلى مطلوب تحولت من طالب كنت أنت طالب العبادة ومستني وقت الصلاة ومعرفش إيه وتكتهد في الطاعة تحولت من طالب للعبادة إلى مطلوب من الله مطلوب من الله عشان كده يقول لي سيدنا صلى الله عليه وسلم يقوله إيه وتقلبك في ساجدين لذلك لو أنت بسيت هتلاقي أن كل مطلوبات العبادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه يحب يحب أن يراه عابدا شاكرا وده كان سبب طاعة النبي حتى تورمت قدماه إنه هو مش قادر يقاوم لذة الطاعة ولذة العبادة ولذلك في الحديث كان يقوم لله حتى تورمت قدماه ولما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شاكورا في حالة من حالات الحب بقى دخلنا في حالة تانية بقى فإنك تتحول في العبادة من مطلوب إلى من منطالب إلى مطلوب تبقى ربنا طلبك ربنا بيحب يشوفك تصور أنت أنا هقول لكم على حدا وحضرتكم هتقدروا هتوفقوني إن شاء الله عليها في الكلام يعني في ناس بتزبط المنبه علشان تصحى للفجر وفي ناس من غير ظبط المنبه بتصحى توماتيكي كده بص صح ولا غلطان في واحد بيزبط المنبه جزاه الله خيرا ربنا يتقبل منه مناش دعوه من من الشاري دماغه ده احنا مش بنتكلم على العصاء احنا بنتكلم على أهل الطاعة أهل الطاعة نوعين اتنين واحد بيزبط المنبه عشان يصحى يصن للفجر اللهم جزيه خير ويتقبل منه ويعينه ويقويه ويقويه واحد تاني لذبط المنبه ولد يقوله هو ينام ان شاء الله ينام قبل الفجر بساعة توماتيكي كده اول ما ييجي وقت الفجر يوح قايم يفتح نيه قايم ويتلاقي عنده الهمة والنشاط وقايم يصلي وقايم يتوضى بيحبوا ربنا بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا فالمولى بيكتبيه ولذلك انا عايزك تاخد بلخ من الاية وهو بيقول لي موسى ايه بيقول لي موسى كلمة تسوى كنوز الدنيا كلها بيقوله وانا اخترتك فاستمع لما يوح يا خابة ربي دي كلمة دي في حد ذاتها تخلص لك اللي احنا بنقوله ده كله وانا اخترتك تاني وانا اخترتك فاستمع لما يوح يبقى مين اللي اخترت تاني الاول ربنا اختار موسى وانا اخترتك او انا اخترتك وانا اخترتك تقدر تطبق الكلام دي على القرآن ولا لا حضرتك هتفهم القافة ولذلك هتلاقي القرآن الكريم لو انت قاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون جت تلاوة قرآنية في احدى المحطات الفضائية بتلاقي واحد بيجري بسرعة يحول بسرعة ويده ترتعش بسرعة بسرعة مش عاوز يتورط يتورط انه يسمع التلاوة وواحد يحصل له حالة سكينة عاوز يسمع المقرآ عاوز يسمع الآية هنا بقى بتعرف تكتشف انت مطلوب ولا طالب اخبارك ايه مع ربنا مطلوب ولا طالب هو ده السؤال اقولك على حاجة يعني احد الائمة بيقولك ايه اذا وجدت في نفسك تكاثلا في الطاعة فخف على نفسك يبقى في حاجة في علامة خطر لو وجدت في نفسك تقعصا عن الطاعة فخف على نفسك لانها علامة على عدم اختيار الله لك لا حول القط الا بالله علامة على ان ربنا مختركش هنا بقى هتقول لي طب انا زنب ايه لا زنبك ما فيش ما لا انت ملكش زنب بس اقبل على الطاعة واطلب المدد من الله اللي هي مرحلة ما بعد الهداية مرحلة ما بعد الهداية دي امر مهم للغاية انا هضرب لك مثال عجيب جدا انه البعض الناس كانت راحة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في تستأذن النبي في الجهاد يشتركه في الجهاد وفيه ناس تانية كانت راحة تستأذن النبي في القعود عن الجهاد خد بالك بقى يبقى كان الناس نوعين اتنين ايام النبي عليه السلام منفقين مش عاوزين يجهدوا عاوزين يهربوا شايفين ان الجهاد هلكة شايفين الجهاد في سبيل الله ضياع شايفين الجهاد في سبيل الله روحنا بلاش صحيح بعض الناس شايف كده بعض الناس شايف اه اللي بيحصل من تكالب العالم على اخواننا في فلسطين ان ده يعني مصيبة وكرسة ولا ونصيبة ولا كرسة لا حاجة يا ليتنا كنا معهم فنفوزة فوزا ده حاجة ده هو الفخر كله ده الاهل الفخر ده ربنا رأيت بهم خير خد ده لحضرتك ان ده ده امتحانات واجتلاقات وتمحيص من الله والتمحيص ما بيجيش للناس السكة الناس اللي مش ما عندهاش ديم زي بيقولوا باللغة العامية كده التمحيص ما بيجيش وليمحص الله الذين امانوا ويمحق الكافر يمحص التمحيص ده بيكون لمرحلة ما بعد الايمان فبيعرضك على شدائد وعلى شوف في سورة العنكبوت الموضوع واضح تماما ربنا يقول الاف لا مين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ وَلَقَدْ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجْلَ اللَّهِ لَقَاتْ وَهُوَ اَنْ أَرَضَ بِكَ خَيْرًا النافقين عاوزين يهربوا من الجهات وشايفين ان الجهات ده ضايع وخراب وموت وكل حاجة يعني يعني يحسبونا كل صيحات عليه ما كل حاجة شايفينها مصيبة وكارثة انما اهل الامان شايفينها نعمة وعطاء من الله سبحانه وتعالى ام القرآن الكريم قال للنبي معلومة في منتهى الخطورة المعلومة جات في سورة التوبة ايه هي بقى مفاجأة من الله سبحانه وتعالى لنا كلنا بيقولوا ايه بخصوص الناس اللي راحة عاوزة تهرب من الجهاد او عاوزة تهرب من الكفاح او عاوزة تهرب من مواجهة العدو اللي عاوزين يهربوا يقول عنهم ايه القرآن الكريم حنشوب بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا ما اجمل هذا الرد الذي قالته الجارية واذكركم به واذكر نفسي قالت له لسيدها لولا محبته ما اقامني وانامك شيء جميل يعني اتذكر لما واحد بيراح للحسر بصري بيقوله الناس تقوموا الليل وانا لا استطيع قيام الليل الناس بتصلي اسمع كل شوية ده كان بيقوم الليل وده واسمع ده وانا نايم نايم وانا لا استطيع قيام الليل قال له وما افعل لك ذاك حفل ذاك حفل لم يدعوك اليه صاحبه يا جماعة من فضلكم بلاش ندلع روحنا ونقعد نقول اصلنا معذور اصلنا تعبان اصلنا كسلان اصلنا مجهد اصلنا متوتر لا ابكي على نفسك ان انت مصروف عن الطاعة ما عندكش همة الطاعة لو ما عندكش همة الطاعة دي الكارثة المهم نرجع مرجوعنا الناس اللي ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اه كانوا قسمين مؤمنين ومنافقين المؤمنين رايحين يستأذنوا النبي عشان يدخلوا في الجهاد تمام طب المنافقين بيستأذنوا النبي عشان يهربوا من الجهاد ففيه فرق ما بين الاتنين فرق كبير جدا فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام العلامة بتاعتهم ايه ليه بيقولوا العلامة بتاعتهم افتخد بالك من معلومة النفاق مسألة قلبية لا يطلع عليها غير الله سيبك من الهلس اللي بيعملوا بعض رواد السوشال ميديا اللي يقول لك ايه اف دا منافق دا منافق دا معلاش ايه لا طبعا النفاق لا يعلمه الا الله دا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف المنافقين اللي اللي جاله الوحي باسماءهم انما يقولوا ايه ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم بيكلم سيدنا النبي تصور انت حضرتك لما يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تعلمهم انت ما انتش عارف دول منافقين ولا لا مسألة النفاق دي كمسألة قلبية اصلها نحن لا تعلمهم نحن نعلمهم يعني محدش بينجم بقى المسألة كده يعني فطبعا النبي ربنا قال للنبي علامة ايه هي بقى علامة الناس اللي بتعتذر عن الجهاد وهم ما قادرين يجاهدوا باختصار شديد ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال للعلامة ايه بقى بيقول له ولو ارادوا الخروج لو هم كانوا نوين على الجهاد لأعدوا له عدة تخيل والله ده الكلام ده فعلا الاه 46 46 سرطة التوبة ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة يعني اللي ناوي عارف اللي ناوي يذاكر يذاكر اللي ناوي يتخرج يتخرج اللي ناوي يعمل حاجة احنا بنبقى عارفين كل حاجة احنا كل واحد فينا عارف اللي قدام منك ده ناوي ساعدك ولا لا لو جالك واحد يخطب بنتك انت عارف ناوي تمم الفرح ولا مش ناوي لو انت خاطب واحدة انت شايف انها ناوية تكمل معاك ولا مش ناوية وناوية تفاركش انت لو بتشارك واحد في شغل انت عارف انه ناوي يكبر معاك ولا ناوي يفض الشركة انت لو لو بتتفق مع واحد على شغل انت عارف سيدنا الامام الشافعي يقول ايه ان العيون على القلوب لا واحظوا وشهدوها لك بينا وبغيضوها واذا تحدثت العيون وتفاوضت وتحدثت عما تكن قلوبها ينطقنا والافواه صامتة فما يخفى عليك بارئوها ومريبوها يعني انا عاوزك ساعة صلاة الجمعة ان شاء الله وانت راح تصلي المسجد كده عاوزك تتأمل في وجوه الناس اللي جاية تصلي حتلاقي ناس ناوية فعلا جاية تصلي جاية تأدي شعيرة صلاة الجمعة وانناس نزلة تحصيل حاصل وانناس نزلة تحت ضغط وإكره اهلهم اهلهم اوحد معين فتصور انت انت بتشوف ده ازاي بتعرفه ازاي لما يعني اما واحد يسلم عليك ها اهلا وسهلا انت بتبقى عارف من طريقة مسك كف ايده كده هو بيرحب بيك ولا مش بيرحب بيك من طريقة ترحيبه بيك انت عارف هو مستقبلك هو سعيد ولا مش سعيد فمش هتيجي بقى في العبادة تقوله اصلي ما عرفش لا يا فندم انت في العبادة تعرف وركز معايا ومش عايزين صوت ركز معايا ومتعملش صوت خد بالك المسألة محتاجة انك تركز ركز فيعني يبقى معنى ذلك ان اللازم في العبادة او في الطاعة تبقى انت عارف انت داخل على الطاعة وانت في حالة خشوع وخضوع وفي حالة حب واقبال على الطاعة ولا ما انتش نوع على كده هو ده هي دي القصة كلها فبقوله ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عدة المشكلة بقى مش هنا المشكلة في تكملتها بقى بقوله ولكن اسمع دي بقى وركز عشان تبقى عارف الخطورة ايه في الكلام اللي بنقوله ولكن كره الله بعثهم يا خبر بيض كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كره الله بعثهم تاني كره الله بعثهم يعني ايه كره الله بعثهم متهيال انت رجل بتفهم كره الله بعثهم يعني ربنا ما بيحبش يشوفهم مع الطائعين اللي واخدين المنزلة العظيمة دي يبقى في ناس ربنا بيكره طاعتهم يا خبر ابيض ده كلام خطير يا جماعة يا جماعة كلام خطير لازم تعيط على نفسك لو لقيت نفسك ما عندكش همة للطاعة يبقى دي انت في مصيبة عارف المصيبة اللي انت فيها هي ايه ان ربنا ما حبش منك الطاعة ودليل انه ما حبش منك الطاعة انه افقضك الهم عليها انه افقضك الباعث عليها لذلك ربنا سبحانه وتعالى قالك لو التمانية غلبت التلاتة لو التمانية غلبت التلاتة انت ضعت ازاي التمانية تغلب التلاتة بيقولك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجوكم وعشيراتكم واموال اقترفتبوها وتجارة تخشون كسادها ومساكنوا ترضونها كم كده يعمل حج تمانية ما لهم دول اقول لهم لك تاني قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجوكم وعشيراتكم واموال اقترفتبوها وتجارة تخشون كسادها ومساكنوا ترضونها اهم تمانية من هم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الله رسوله جهاد في سبيله اهو احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترباسوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين انت حر ده قرار القرآن ليك لو التمانية دول غلبوا عندك على التلاتة دول انت رحت خلاص يبقى انت اتصنفت تصنيف غير مقبول تصنيف بتاعك تصنيف غير مقبول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانوكم وازواجوكم وعشيراتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنوا ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترباسوا حتى يأتي الله بامره هنا هنا السؤال اللي بنسأله يعني لو انت حضرتك شو اي واحد بقى خلاص انت عندك التمانية هوا ايه اصليه لك ايه ايه يا عم فيه يا عم انا خاف على فلوسي والتاني يا عم انا خاف على تجارتي والتاني يا عم انا خاف على بيتي والربع انا يا عم انا خاف على عيالي والخامس يا عم انا خاف كل تعال اوقف مع الخوفين اوقف مع الخوفين اوقف اوقف مع الخوفين اركل على جنب فتربطه حتى يأتي الله بامره والله لا يأتي القوم الفاسقين ما هي المسألة شوف يا جماعة يعني اعلم ان التوفيق الله لك هي علامة على محبة الله لك فاذا يصر لك طريقة طاعة فانما احبك يعني لو انت دلوقتي مزنب عندك زنب او عندك معصية انه تتوب ولا لا قول لي قول لي انت عندك ارادة انك تتوب ولا لا لو لقيت نفسك عندك غريزة او نية او شهوة انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى يبقى بيحبك بيحبك ولذلك انا بقول لأي شيخ والأي دعية لو لقيت واحد جاي عامل بلاوي عامل فواحش لابد ان تعلم انك انت عندك ضيف من ضيوف ربنا ده من ضوب ربنا ده ضيف ربنا ضيف ربنا ربنا اللي بعته ليك يتوب على اديك ربنا بعته ليك عشان بيحبه لو كان ربنا مش بيحبه ما كانش يخلاه يبحث عنك ليسألك ما كانش يخلاه يدور عليك علشان تدل على طريق الله سبحانه وتعالى وانت فاكر الرجل اللي قتل تسعين تسع وتسعين نفس وسأل ومعرفش ايه لحد في النهاية باختصار يعني قتل مئة نفس مئة نفس وراح لواحد شيخ علشان يدلوا على الله قال له اترك قومك اهل المعصية الذين أعنوك على ذلك واذهب الى ارض فلان بهم اناس يعبدون الله فاعبدوا الله معه اصلي خد بالك اللي بيدور على ربنا حيلاقيه شوف شوف بص اسمع اسمع شوف بص الآية بتقول ايه وما يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله الحقيقة انا ما شفتش اجمل من كده تصنيف في الآية ركز معايا الله يخليك وما يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام وعلى سيق الاية اتعمل ازاي يعني ايه ده ايه ده يجد الله غفورا رحيما ايه انت بتدور على ربنا حتلقاه انما محبتك ليه هي اللي جرت محبته ليك بكرمه وعطائه ومنه ولولا محبته لك ماذا لك عليه لولا ان ربنا بيحبك ما كانش خلى الالم ينغز في صدرك الزنب عمال مدايقك الزنب معاكل عليك الزنب مش مستك اول علامات محبة ربنا ليك انك تبقى تلقى تركك للصلاة مدايقك ان شربك للخمر معاكل عليك نفسيا مع انك مش عاوز تعترب بداه ودام حد مش مهم بس بينك وبين نفسك انت منتش راضي عن نفسك فاول ما تلاقي نفسك منتش راضي عن نفسك يبقى دي دليل على ان ربنا بيحبك اكتر من نفسك عرفت الكلام علشان كده اعلن تجردك لله اعلن ولائك لله واتجه لله واعرف ان كل اهل بلاء انما اختارهم ده بارادة واستفاء من الله سبحانه وتعالى وادعي تعالوا ندعي الله و احنا حنعجز وولينا رب بسم الله المتفرد بالملك بسم الله الواحد بسم الله الجبار بسم الله القهار بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم بسم الله الظاهر على عباده بسم الله الحي القيوم اللهم اين نسألك بحق سلطانك العظيم وجدك القديم وكنزك الدفين في قلوب عبادك الصالحين اللهم اين نسألك بقدرتك المطلقة وبالاسم الذي بدأت به خلقك وفرطت به نفسك ان تنصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم اين نسألك بالاسم الذي خلقت به السموات والارض وقلت وقولك الحق اتوني طوعا او كرها فاتيناك طعين اللهم اين نسألك بنورك الذي اشرقت به على خلقك ونسألك بالسر الذي وضعته في الماء وقلت وقولك الحق وجعلنا من الماء كل شيء حي ان تنصر اخواننا في فلسطين اللهم اين نحبك طوعا لا قهرا اللهم يسر لنا سبل التقرب اليك فاعنا على عبادتك ولا تجعلنا من الممكور بهم اللهم ثبتنا على حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك وحب خلقك اللهم افرغ علينا صبرا اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة غافة نصرك وبقوتك التي لا تنتهك بها حرماتك انصر اهلنا في فلسطين اللهم وحد صفوفهم اللهم بحمايتك لمن احتمى ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا سريعا يا منتقما يا جبار يا قهار يا شديد البطش يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين اللهم بحق كتابك الكريم وقرآنك العظيم اكفو اهل غزة هم العدى اللهم اكفوهم هم العدى اللهم اظهرهم على اعدائهم وانل اعدائهم الردى وجعلهم لكل حبيب فدى اللهم ان نسألك ان تسلط على الصهاينة عاجل النقمة في اليوم وغدا اللهم بدت شملهم وفرق جمعهم وفل وقل العددهم اللهم اخرجهم من دائرة الحلم اللهم ان نسألك ان ترفع عنهم مدد الامهال اللهم ان نسألك ان تغل ايديهم الى عماقهم اللهم اقهر قلوبهم اللهم لا تبلغهم الامان اللهم مزقهم كل ممزق اللهم ان نسألك ان تجعلهم آية لانتصارا لانبيائك ورسلك اللهم ان ندعوك فأجبنا ونسألك فلا تردنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا كاشف الغمة وبعث الهمة ومنقذ الامة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم ارفع ايديك واسألو من غيره يبقى موجيب رحمنه ما اجمله وعمره مرد حبيب وبين بالتايبين لو بس بو مع الباب كله ولقام عين يتقبله التواب باب السماء كلما قربتله وغرب والدعوة سن من نماء من غير امل تصعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيغرب